موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نشرح اليوم فروائد الوردة المشغية من اسمه أن يوجد في شاق الأوسط في بلاد الشاع هذه النبات يستخدم على زهارها في معالجة بعض الأمراض كالتهابات الحمجرة والقصرة الهوائية والتهابات الثموية والربو والتهاب الجفون والسر الرئوي وبعض حالات النزف نعم والتهابات أخشية المخاطية والسؤال نعم وكذا شرحت لكم فروائد الوردة المشغية من ناحية الطبية وشكرا لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة